أهلاً وسهلاً بكم في هذا الدرس سنرى الفرق بين إصدارات التوزيعات الثلاث التي اختارها متتبع المجمع كأفضل توزيعات لسنة 2013 التوزيعات كانت بالترتيب هي توزيعات Linux Mint متبوعة بتوزيعات Elemental OS متبوعة بتوزيعات Ubuntu الدرس أيضاً موجه للمستخدمين الذين يتساءلون عن نوع الإصدار الذي يجب أن يثبتوه ستلقى بعض الأسئلة عن الفرق بين الإصدارات 12 و13 من Ubuntu والفرق بين الإصدار 15 و16 و13 من توزيعات Linux Mint إذن سأحاول بالاعتماد على هذه التوزيعات الثلاث أن أشرح الفرق بين هذه الإصدارات فمثلاً حين ندخل إلى صفحة تحميل Ubuntu نجد خيارين للتحميل نجد خيار بإصدار يسمى إصدار مدعوم لمدى طويل اختصاراً LTS Long Time Support آخر إصدار منه هو 12-04 الذي صدر في شهر 4-2012 أبريل 2012 ونجد إصدار آخر يكون فيه آخر ميزات التوزيع صدر في شهر 10-2013 ويحمل بالتالي الإسم Ubuntu 13-10 في توزيعات Linux Mint لو دخلنا إلى صفحة التحميل جميع النسخ سأجد هنا النسخ الإسم الرمزي لها على أي إصدار من Ubuntu تحتمد وإلى أي تاريخ سيستمر دعمها بالنسبة للتوزيعات Elementor OS فهناك خيار وحيد للتحميل من هنا إذن لنحتمد على صفحة تحميل إصدارات توزيعات Linux Mint بمعنى جاءت في المرتبة الأولى لنشرح الفرق بين الإصدارات الفرق الأساسي الذي يجب أن نأخذه بين الاتبار هو الفرق بين الإصدارات العادية والإصدارات المدعومة لمدى طويل لو لاحظنا مثلا الإصدارة الأخيرة الإصدارة 16 ولاحظنا إلى أي تاريخ سيستمر دعمه سنجد أنه سيدعم إلى غاية يوليو 2014 من يتساءل عن معنى الدعم فبالدعم يقصد التحديثات التي ستوفر في حال ظهرت أو اكتشفت مشاكل أو علل أو ثغرات في هذا الإصدار فإلى غاية هذا التاريخ لو اكتشفت علل ثغرات مشاكل أو تم الإبلاغ عنها سيوفر المطورون سيوفرون تحديثات لها لترقيعها بعد هذا التاريخ لن يكون هناك أي تحديثات لهذا الإصدار معنى ذلك أنك لو كنت تستخدم الإصدار 16 فقبل يوليو 2014 بقليل سيجب عليك الترقيع الإصدار المقبل الإصدار 17 أو ربما تعيد تثبيت النظام كاملا الإصدار 15 مدعوم إلى غاية يناير 2014 إصدار 14 مدعوم إلى غاية أبريل 2014 الإصدار 13 مدعوم إلى غاية أبريل 2017 إذن هنا تاريخ الدعم أطول بكثير من الإصدارات الثلاثة الأخيرة والسبب هو أن هذا الإصدار 13 من نوع الإصدارات المدعومة لمدى طويل Long Term Support LTS إذن هذا هو الفرق الأساسي الذي يجب أن نأخذه بعين الاعتبار حين اختيار الإصدار الذي نريد أن نثبث هل نريد أن نثبث إصدار عادي أو إصدار مدعوم لمدى طويل الفرق الأساسي الآن هو مدة الدعم بالنسبة للإصدار العادي له مدة دعم 9 أشهر فقط بالنسبة للإصدار المدعوم لمدى طويل له مدة دعم 5 سنوات الإصدار 13 يعتمد على Ubuntu Prices Ubuntu 12.04 أي ستر في 2012 ويدعم لمدة 5 سنوات أي إلى غاية 2017 نفس الشيء بالنسبة لأبونتو كما ترحيون فهو سيدعم إلى غاية أبريل 2017 بالنسبة لألمنتر ويأس فهي تعتمد على Ubuntu Prices أي 12.04 المدعوم لمدى طويل أي أنها أيضا ستدعم لغاية 2017 هذا الإصدار سيدعم إلى غاية 2017 هذا الفرق الأساسي الأول الفرق الثاني هو في نوع التحديثات التي توفر للإصدارات المدعومة لمدى طويل لو اخترت الإصدار 13 أو الإصدار 12.04 من Ubuntu فالتحديثات التي ستتلقى خاصة بترقيع المشاكل والثغرات والعلل التي تكتشف فقط لا يتم إضافة أي ميزات جديدة لإصدار طيلة الخمس سنوات والسبب هو القاعدة البرمجنية التي تقول أنه مع إضافة ميزات جديدة يكون هناك احتمال أكبر لوقوع مشاكل جديدة في حين أن الإصدارات المدعومة لمدى طويل تركز على الاستقرار تريد أن يكون الإصدار مستقر ليس به مشاكل ليس به انهارات لهذا تركز على تقديم تحديثات خاصة بترقيع المشاكل والثغرات والعلل ولا تضيف أي ميزات جديدة مع الوقت يصبح النظام أكثر إستقرار لأنه كلما ظهرت مشكلة يتم ترقيع وهو بتلي تقل المشاكل مع الوقت إذن هذا الفرق الثاني والتحديثات الفرق الثالث هو في الترقية لو كنت تستخدم إصدار عادي مثلا الإصدار 15 فيمكنك الترقية مباشرة إلى 16 من 16 إلى 17 وهكذا نفس الشيء بالنسبة لأوبونتو لو كنت تستخدم الإصدار 13-04 يمكنك الترقية للإصدار الموالي 13-10 من 13-10 سيمكنك الترقية للإصدار الذي سيستر 14-04 وهكذا إذن دائما لك إمكانيات الترقية من إصدار عادي إلى الإصدار العادي مباشرة ولا يمكنك أن تتخطى إصدارات لترقي إصدارات ما بعدها إصدار 14 كانت مدة الدعم لا تزال 18 شهرا من الإصدار 15 أصبحت مدة الدعم 9 شهر فقط إذن قلت إصدارات المدعومة لمدى طاويل يمكنك أن ترقيها إلى الإصدار العادي المقبل أو يمكنك أن تحتفظ بها إلى أن ترقي إلى الإصدار المدعوم لمدى طاويل المقبل بالتسبب للتوزيعات Linux Mint من المراجح أن يكون الإصدار 17 إصدار مدعوم لمدى طاويل وبالتالي سيمكنك الترقية من الإصدار 13 إلى الإصدار 17 مباشرة دون أن تمر بالإصدار 14 15 16 إذن من إصدار مدعوم لمدى طاويل إلى الإصدار المدعوم لمدى طاويل المقبل الترقية ممكنة ويصبح لك مدة خمس سنوات أخرى للدعم نفس الشيء بالنسبة لأوبونتو فمن يستخدم الآن الإصدار المدعوم لمدى طاويل 12 04 فسيمكنه الترقية للإصدار المدعوم لمدى طاويل المقبل 14 04 كل سنتين يستطر إصدار مدعوم لمدى طاويل ومدة دعمه خمس سنوات أو يمكنك الاحتفاظ بـ 12 04 إلى غاية أبريل 2017 ومن بعد الترقية إلى 14 04 إذن هذا هو الإختلاف الثالث بالنسبة للتوزيعات المدعومات كما قلت فهي تعتمد على الإصدار المدعوم لمدى طاويل وبالتالي هي مدعومة إلى غاية 2017 إذن كتلخيص أوكي وضح الأمور باختصار لمن يريد الاختيار بين الإصدارات إن كنت لا تعرف أي توزيع تستخدم فتوزيع تونيكسمنت إن كنت لا تعرف أي إصدار تستخدم فإصدار 13 إذن هذه ببساطة من يريد تفاصيل أكثر؟ إن كنت تريد برامج جديدة توزيعها بآخر ميزاتها فاختار الإصدار 16 لكن يجب أن تتذكر أنه يكون لك مدة دعم تسعة أشهر فقط ومن بعد يجب عليك الترق إن كنت تريد نظام تستخدمه لمدة طويلة لا تغير فيه أو لا تبدله يجب عليك أن تختار الإصدار 13 من توزيعات لينوكسمنت أو 1204 من توزيعات ومنت أو ربما توزيعات المدعومات في حال كانت ترقوك هذه التوزيع على المجمع ستجدون في فئة توزيعات لينوكس نظمة تشغيل توزيعات لينوكس ستجدون هنا دروس خاصة بهذه التوزيعات التلات توزيعات أوبونتو 1204 مدعوما لمدة طويل دروس خاصة بتوزيعات إليمينتر ويس ودروس خاصة بتوزيعات لينوكسمنت 13 كلها دروس على شكل فيديو دليل أو دلائل سريع أبدأ فيها من البداية إلى غاية تخصيص التوزيعات وكيفية التعامل معها من حيث التخصيص البرامج والإعدادات إذن أعتقد أن هذا الدرس جمعت فيه كل ما تحتاجه لتبدأ باستخدام الإستار المناسب لك من هذه التوزيعات الثلاثة توزيعات إليمينتر ويس نلتقي في درس قادم إن شاء الله إلى اللقاء